أعلنت موسكو مقتلى ثلاثة أشخاص في التفجير الذي وقع صباحا في شاحنة مفخخة على جسري كيرتش الذي يربط شبه جزيرة القرن بالبر الروسي وبينما اعتبر مجلس الدومة التفجير إعلان حرب قال مستشار للرئيس الأوكراني إن الحادثة بداية لاستعادة ما سرقته روسيا على حد قوله قبل أن يشير مستشار آخر للرئيس الأوكراني إلى فرضية ضلوع روسيا في الحادثة ليست مجرد ضربة عابرة تلك التي طالت جسر ماذيق كيرتش الرابط بين شبه جزيرة القرن ومقاطعة كراسنودار كرايا الروسية إنها بمثابة إعلان حرب بوصف مجلس الدومة الروسي استنفار كبير في موسكو عقب وصول مشاهد التفجير اشتعال النيران في عدد من سهارج الوقود في قطار على السكة وانهيار جزء من الطريق تسبب في انقطاع الحركة على الجسر فتحت دائرة التحقيق الرئيسية بلجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بشأن الحادث وبحسب المعلومات الأولية انفجرت شاحنة في الجزء الخاص بالسيارات من الجسر ما أدى إلى اشتعال سبع خزنات وقود لقطار وانهيار طريقين بشكل جزئي رئاسة الروسية أعلنت أن بوتين أعطى توجيهات عاجلة بإنشاء لجنة حكومية مرتبطة بحالة الطوارئ بينما اتهم رئيس برلمان القرم الموالي لموسكو مخربين أوكرانيين بالوقوف وراء الهجوم وفي أول تصريح من محيط الرئيس الأوكراني قال مستشاره ميخايل بودلياك على صفحته في تويتر إن الحادثة بداية لتدمير كل شيء غير شرعي سرقته روسيا رئيس الروسي الذي وصف الجسر بإنجازه الأكبر بعد أربع سنوات من ضم جزيرة القرم قبل شهر من هذه الحادثة عاتب طلاب مدرسة في كالينجراد لأنهم لا يعرفون شيئا عن جسر جزيرة القرم للأسف لم تعرفوا بوجود جسر القرم اعتقدتم أنه كان مزيفا لم تعرفوا أن أوكرانيا وروسيا كانت داخل دولة واحدة هي الاتحاد السوفيتي كييف تدرك جيدا أن جسر مذيق كيرتش باعتباره رابط البر الروسي بجزيرة القرم هو جزء أساسي من خطط موسكو لدمج الأراضي التي تم ضمها حديثا إلى روسيا كما تدرك موسكو أن استهداف جسرها اليوم هو تحول لافت في طريق حربها على أوكرانيا على أهمية الاستراتيجية لجسر كيرتش الرابط بين البر الروسي وشبه جزيرة القرم تكمن في كونه شريانا رئيسيا لنقل البضائع والأشخاص دشنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2018 كما يعد خط إمداد رئيسي في الحرب الحالية بين روسيا وأوكرانيا جسر مذيق كيرتش لا طول في روسيا حيث يبلغ طوله 19 كيلومترا ويربط البر الرئيسي الروسي بشبه جزيرة القرم كما يربط أيضا بين بحر أزوف والبحر الأسود ويتكون من جسرين متوازيين أحدهما للسيارات والشاحنات والآخر للقطارات تعد عملية التفجير التي استهدفت الجسر تطورا نوعيا في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا عبر تفجير شاحنة مفخخة استهدفت بدقة قطارا لنقل الوقود كان يمر في نفس اللحظة على جسر السكة الحديدية لتدمر سبعة قاطرات على الأقل كانت محملة بالوقود وتؤدي إلى انفجار كبير سمع صداه على بعد عشرات الكيلومترات تكمل الأهمية الاستراتيجية لجسر كيرتش في الحرب الحالية في كونه خط إمداد رئيسي للجبهة الجنوبية حيث تخوض القوات الروسية معارك ضارية في مناطق خيرسون وزابروجيا البعيدة عن خطوط الإمداد الأساسية من منطقة روستوف الروسية باتجاه مقاطعتين دوناتسك ولوهانسك ونظرا لبعد المقاطعتين الأخرين زابروجيا وخيرسون عن خط الإمداد هذا أصبح جسر كيرتش طريقا رئيسيا لمرور الوقود والمؤن وحتى العتاد والرجال من روسيا إلى هذه الجبهة مرورا بشبه جزيرة القرم ويعد استهدافه في وقت تترنح فيه القوات الروسية في هذه الجبهة تحت ضربات الجيش الأوكراني تطورا نوعيا قد يؤثر مباشرة على رقعة جغرافية واسعة ضمتها روسيا رسميا وتريد السيطرة الكاملة عليها فعليا في السياق ذاته أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تسمية قائد جديد للقوات الروسية المقاتلة في أوكرانيا قالت الوزارة أنه وبقرار من وزير الدفاع عين الجنرال سيرجي سوروفكين قائدا لمجموعة القوات المشتركة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة الجنرال سوروفكين كان قائدا لمجموعة قوات الجنوب قبل أن يتولى مهمته الجديدة من موسكو نتابع التطورات مع مراسل تلفزيون العربي سعد خلف تحياتي سعد دعني أبدأ معك بما جرى اليوم على جسر كيرتش موسكو اعتبرته يعني إعلان حرب حادث جلل أكيد من منظور الروسي فحتى اللحظة ما المعلومات التي توفرت لدى الروس حول حيثيات هذا الحادث نعم ديمة دعيني أبدأ من القول بأن هذه الضربة ضربة جسر القرم اليوم كان هدفها بالتحديد إنزال هزيمة بالسمعة روسيا أو الحاق ضرب كبير بسمعة روسيا وضرب للصورة الذهنية عن القدرة العسكرية والمنع العسكرية الروسية وهذا ما حصل بالفعل نظرا لأن الإصابات الفنية لجسر القرم ليست بهذه الدرجة المخيفة خاصة أننا بعد متابعة الأخبار التي تواردت اليوم عادت الحركة بالفعل على هذا الجسر سواء حركة السيارات والحافلات أو حتى حركة القطارات أي أن الإصابة حدثت في الشق المعنوي أكثر من كونها حدثت في الشق المادي بالنسبة لروسيا على الرغم من وجود بعض الأضرار المادية التي أصابت هذا الجسر وفقا لآخر الأنباء التي تواردت على لسان النطقين الرسميين الروس حتى الآن السلطات الرسمية تتحفظ وتتعاطى بحظر وضبط نفس مع توصيف الحادث لم تصدر كلمة تفجير إرهابي على لسان السلطات الروسية لم تصدر كلمة تفجير متعمد على لسان السلطات الروسية حتى لجنة التحقيق الرسمية في منشوراتي وبياناتي الرسمية وصفت ما حدث بالحادثة وأن التحقيق لا يزال جاري بها سعد في سياق متصل ليس بعيدا عن التطورات العامة بخصوص الحرب الروسية على أوكرانيا سورفكين عينة لافت تعيينه وإعلان الأسم بهذه الطريقة من جهة فما المطلوب من سورفكين ومن هو؟ سورفكين هو قائد القوات الجوية الفضائية الروسية يعد من أبرز القادة العسكريين الروس في الجيش الروسي هنا في الدوائر العسكرية الكثيرون يقولون أنه له سمعة رائعة في صفوف القوات المسلحة الملفت أنه قبل تعيين سورفكين قائدا واحدا موحدا لمجموعة القوات والتشكيلات التي تخوض العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لم يكن هناك قائدا معلنا واحدا لهذه المجموعة كان هناك القادة العسكريون روسيا المختلفون قادة المناطق العسكرية إذا جزلنا القول هنا في روسيا هناك أربعة مناطق رئيسية المنطقة الجنوبية الغربية الشرقية ومنطقة المركز كل قائد من هؤلاء كان مسؤولا عن قطاع في الجبهة الأوكرانية الآن تعيين هذا القائد ياشي بأن هناك مشاكل كانت موجودة بالتنصيق بين هؤلاء القادة أدت إلى هذه الانتكاسات المتكررة في العملية العسكرية بداية من الانسحاب من خاركف والانسحاب من الليمان وقبل ما حدث في شبه جزيرة القرم من انفجرات وتغيير لقائد الأسطول البحري في شبه جزيرة القرم سعد خلف مراسل تلفزيون العربي من العاصمة الروسية موسكو شكرا جزيلا لك نكمل بنفس النقاط مشاهدين ولكن هذه المرة من كييف ينضم إليه الآن أوليكسي غونشارينكو النائب في البرلمان الأوكراني تحياتي سيد غونشارينكو كما كنت ربما تستمع إلينا لفت مراسلنا في موسكو بأن حتى اللحظة السلطات الروسية لم تستخدم كلمة تفجير إرهابي أو ما يشير إلى اعتداء بخصوص تفجير جسر الكيرتش في القرم ولكن مستشار الرئيس الأوكراني فولديمير زيلنسكي يقول ما هي إلا البداية ثم يخرج مستشار آخر ويشير إلى ضلوع موسكو في هذه الحادثة فما الصورة لديكم في كييف لست متحدثا رسميا لوزارة الدفاع وليست هذه معلومات محددة وأنا باعتباري عضو في البرلمان أستطيع أن أقول لكم أننا ليس هناك فرق بالتعليقات لأنه انتصار أوكراني وهي لحظة مهمة لأوكرانيا لأنه كان رمز لبوتن وقال في مرات عديدة أن هذا الجسر لا يمكن أحد أن يمسه بسوء أو يهجمه ومن تحت البحر ومن الجو ومن أي مكان وكما رأيتم كيف يحترقوا فأنه أيضا تحية جميلة لبوتن وهو في عيد ميلاده السبعين الذي احتفل به يامس وأعتقد إذن أن هذه لحظة رائعة وهدية رائعة للرئيس تظهر أن كل صورته بالقائد القوي الذي ظل متشبثا بها العقول فشلت فشلا ذريعا وأتفاهم أيضا كونك نائب في البرلمان وليس متحدث باسم وزارة الدفاع ولكن تقول إنه انتصار أوكراني هل أنت تعتقد أن أوكرانيا وراء هذا التفجير اليوم ليكون انتصارا أوكرانيا كما قلت لك ليس هناك فرق من يقف وراء هذا الانفجار هو انتصار لأوكرانيا لأن هذا الجسر كان يستخدم بدء لضم شبه جزية القرم ولإرسال للمؤن والعتاد للقوات العسكرية الروسية التي تقاتل في جنوب أوكرانيا في جميع وجهات النظر هو نصر رائع لأوكرانيا وأيضا في مقام الأول هو نصر رمزي تمام ليس مهم من قام بهذا التفجير معناه هو المهم حسب ما تقول سيد جونشارينكو ولكن من المتوقع أن يكون هناك رد فعل على ما جرى اليوم في جزيرة القرم هذا الجسر ولعلى خاركيف والمناطق الأخرى في الجنوب الأوكراني ستتلقى ضربات فهنا أيضا ما الذي تتوقع وكيف يمكن أن يكون التعاطي الأوكراني سوف أكمل أفكاري ومن الواضح كما قلت أن سقوط جسر لندن وجسر القرم هو رمزي وأن الملك بوتين خد رحل وتوفي ودمر الآن مع التحدث عن الضربات فأنا بوتين عندما أخذ أوكرانيا من الرابع والعشرين من فبراير هذا العام وما الذي نمتلع عنه نحن خائفون من بوتين ومن ضربات وسنواصل سعينا لتحرير أراضينا ولتحقيق النصر نعم شكرا جزيلا لأوليكسي غونشارينكو النائب في البرلمان الأوكراني كنت معنا من العاصمة الأوكرانية